بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه جميع هنتعرف على الكلاسات اول كلاس طبعا الكلاس يعني يعرف باكثر من طريقة لكن احنا نحاول مبسط قد ما نقدر لاحظة الان المثال التالي لو انا كتابت var او var يساوي مثلا 50 الان هذا المتغير نوع انتقر نوع انتقر لانه عدد صحيح الان خلينا نقول مثلا va2 يساوي 2.3 نحن نعرف ان هذا نوع مثلا double او float مثلا نقول الان va3 يساوي مثلا true او false نحن نعرف ان هذا اللي هو boolean لو قلنا مثلا va4 ساوي مثلا www نحن نعرف انه هذا string نحن نعرف انه هذا string طيب معناته هذي انواع البياناته وال data type اللي موجودة في php تمام اللي موجودة الكلاس الان val نوع انتقر معناته val من الكلاس انتقر يعني من التصنيف انتقر يعني نوعه يعتبر انتقر va2 يعتبر من الكلاس double يعني في مادة الاحياء او في مادة العلوم مثلا يقولك ايش الكلاس انسان حيوان نبات تصنيف عام الان هذا المتغير ايش الكلاس تابعه انتقر هذا double يعني من اية فيها ينتمي العية فيها الكلاسات جات في اللغة عشان تضيف انواع جديدة في انواع ثابتة الآن هذي كلاسات ثابتة تقدر تقول عنها جاية مع اللغة معرفة مع اللغة الكلاس في اللغة لما انا اكتب شوف الان خلينا اكتب كلمة كلاس بعدان مثلا اكتب كلمة بن قلم احط وسك القوس لاحظ الان انا الان لما انا سوي الحركة هذه معناته كان يقول يا بي اتش بي ترى بعرف لك نوع جديد مو في عندك انتقر هذي انتقر و double و boolean و string هذي اشياء معرفة مع اللغة يعني كلاسات موجودة في اللغة انت لما انت سيكتب كلاس بن انت كانك تقول ترى يا بي اتش بي في نوع جديد جاي اسمه بن يعني فيه متغيرات حيكون نوعها بن ما فيه متغير نوع انتقر متغير نوع double متغير نوع boolean متغير نوع string واقدر اكتب اكثر من انتقر فمثلا اقدر اكتب هنا v v 4 و 5 مثلا و اقول له لاحظ 44 فانا كتبت اكثر من انتقر فانت تصلح الكلاس مرة واحدة وبعدها تستخدمه اكثر من مرة يعني اول شي تبني مرة واحدة والاستخدام اكثر من مرة معناته الكلاس لما انا اكتب كلمة كلاس بن معناته انا عرفت نوع جديد هذا النوع اسمه بن خلاص بعدها انا اقدر استخدم تغيرات نوعها بن خلاص فانت الان لما كتبت كلاس بن انت كأنك تقول لغة بيتش بي ترى في نوع بيانات جديد جاي اسمه بن وهذا معنى كلاس صلى الله وسلم على سيدنا محمد دعا لعاله وصحبه اجمعين